اشتركوا في القناة وفي هذا الحال الجوي عامة نؤزل قطارات مطرية فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية خاصة عند الصباح فضلا عن نؤزل عمطار متفرقة مصحوب برعد محلية فوق كل من الجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية وكذلك بشرق كل من الأطلس والأقليم الجنوبية وسيبقى التقس حارا نسبيا بأقصى كل من جنوب وجنوب شرق المملكة مع تشكل كوتل دابابية خلال الصباح فوق كل من السهول الداخلية والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية ونزول قطارات مطرية جد خفيفة محليا بسيس وشمال أطلس متوسط خلال الليل وسيعرف كل من جنوب البلاد وجنوب الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية تناثر حبات من الغبار بصفة محلية كما سيلاحظ تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المملكة والجنوب الشرقية والسواحل الوسطى والمنطقة الشرقية وستتروح درجات الحرارة الدنيا ما بين أربعة وعصر درجات بمرتفعة الأطلس وما بين ستة وثلاثة عصر بكل من الريف والمنطقة الشرقية فيما تبقى من العرجاء الأخرى فيما ستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا بواجه عام وسيكون البحر قليل هيجا إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبغاز وهائجا إلى قوي الهيجا على طول الصحر الأطلسية كنتم مع نصرة إخبارية اشتركوا في القناة